موجود اين في المصحف ترتيبوا سوره ضروري لا اجتهادي اجتهادي ترتيبوا آيات السورة الواحدة ضروري لا اجتهادي اجتهادي ترتيبوا الجمل في الآية الواحدة اجتهادي لا ضروري ترتيبوا الكلمات في جمل الآية الواحدة ضروري ام اجتهادي هذا انتهينا ثم بعد ان انتهينا القراءة التي لها من تشكلها واعرابها وحركاتها ومفرداتها مسلمة ام ماذا شنو اجتهادية اجتهادي واضح عزائي مبنانا تقول سيدنا ذاك وضع الحديث بالنسبة لك هذا موضع وضع ماذا وضع النص اللي موجود في المصحف اين نذهب لا نذهب الى هذا ولكن لابد نشتغل سابقا تريد تنام وتجتهد الان لابد جنو نفتح مولانا وتجتهد هذا نكون لابد تعرفين مولانا اذا ما تعرفين بيني وبين الله الامر تريد هاي تقنع نفسك وجدانا مسلم مسلم ضروري ضروري مسلمة الضروريات موفقين ان شاء الله وروحك ما شريت منك انا ما 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 عندي مشكلة معنا انا بالنسبة الي ماذا لا ضروري ولا مسلمة عزة وهذا كلهم قالوه ان شاء الله عندما نأتي الى ابحاث الامامة يقولون ان التفتوا جيدا ان الذي يخرج الانسان من المذهب او الدين مو انكار الضروري هذا من الاخطاء الشائعة عزائي اللي الاغيوند يقعون فيها من ثبت له انه ضروري وانكره ماذا يخرج يعني ما ادري والله الافباع من علمهم من اعرف كلهم صرحوا انه مو انكار الضروري يخرج الانسان شنو من الدين او من المذهب ونقرأ لكم العبارات انتظرونا من ثبت عنده انه ما هو ضروري وانكره هذا معناه انه خرج عن من خرج عندي او خرج عن المدى ما ادري واضح وهذا من خير ادلة جواز التعبدي بجميع المذاهب والاديان والنحل ما ادري قدرت اوصل المطلب للاعزي ولا هذا بحثه سياتي لماذا لان الضروري اصلا قلنا من شخص الى شخص اخر يتعدد ولا يتعدد هذا قد يكون عنده ضروري اذا الاغيون او او بعضهم اللي يكتبها مخالفة الضروري واقعا لا يوجد احد من علماء الامامية يقول انكار الضروري يخرج الانسان شنو من المذهب من ثبت عنه عنده ما هو ضروري يعني ثبت له ان النكاح المنقطع ما هو صدر من النبي الاكرم ومع ذلك شنو ينكره هذا لازمه ما هو تكذيب النبي هذا اما يقول انا ما ثابت لانه صدر منه من ثبت له طهارة نجاسة اهل الكتاب وشنو وانكر هذا انكر اجنو انكر الدليل هذا الجحود انتهى حسا تتم تبحثي اتي